الحرب الروسية الأوكرانية ما خطط لها مخالف تماما لمجرات على الأرض الواقع بمعنى أن هناك حديث مؤخرا في الساعات القليلة الماضية من خبراء عسكريين يقولون أن هذه الحرب بهذه الطريقة ربما تستمر لعقود وهذه كلمة مفزعة بالمناسبة ليس في تصوري ليس في يد روسيا الآن سوى دائما اللعب بمصطلح النووي الآن هي تستخدم مصطلح النووي التكتيكي بالضبط كما أعلن في السناء يعني هذه التصريحة تصبح في هذا الإطار؟ صحيح كما أعلن في الساعات القليلة الماضية أنه مسؤول في روسيا البغضاء قال أنه موسكو نشرت أسلحة نووية تكتيكي 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 بالضبط بالمناسبة هذا أعلن عنه بوتين في 25 مارس الماضي وفي أبريل أعلن بوتين أيضا أنه تم تدريب العسكريين البلاروسيين على استخدام النووي وفي مطلع مايو تحدث بوتين عن 10 طائرات مجهزة لحمل هذا النووي التكتيكي في بلاروسيا وأنه بحلول الأول من يوليو سيكون هناك مستودعا خاصا خد بالحضرتك أنه النووي التكتيكي بيختلف عن السلاح النووي العادي بمعنى أنه النووي التكتيكي هو محدد وقصير المدى يعني هو بيستهدف أهداف محددة من دون أن يدمر المنطقة المحيطة المحيطة